اشتركوا في القناة صحة وسعادة على الاستاذ محمد عمر صباح الخير والاعداد الاستاذ حسني البلاونة ومخرجنا المتعلق دائما الاستاذ ايمن سرحيل وانا محدثكم عبدالله جمعة ونقول صباح الخير وصباح السعادة واتمنى لكم ان شاء الله يوم موفق ويوم سعيد مستمعين الاعزاء مثل ما عودناكم دائما فقرتنا الاولى بتكون معها زميلتنا اسمى الجناحي وبندردش معاها عن ما يستجد في موضوع السوشال ميديا ولكن قبل هذا احب اني اذكركم بارقام التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة اسمس 4006 ويامر حبابكم بتواصلكم معنا خلال هالساعة ناخذ زميلتنا اسمى الجناحي ودردشة السوشال ميديا اختي اسمى صباح الخير صباح شمال الله بنور السرور أخوي عبدالله عليكم وعلى كل مستمعين اذاعة نور الزبي صباح شمال الله بنور والعافية ناخذ بعض الاشياء كانت في قنوانة تواصل الاجتماعي ما زالت الاوثم عندما تعلق بفيروس كورونا المسجد تتصدر الترند في كل العالم وكذلك ايضا في الامارات لكن نحن نتكلم عن بعض الاشياء تم وضعها لتوعية الجمهور في قنوانة تواصل اجتماعي التابع لهي ايضا الصحاب البيت نعم عمنا من ضمن الاشياء للقواعد العامة عن الفت الكمامات واجه في السرات وصلنا عن هذا الموضوع فعشان شي حطينا بعض القواعد العامة مثل كيف يمكن استخدامه انه هي صالحة مرة وحدة يعني بعض الاشخاص يخلون نفسك ماما يلبسونها اكثر من مرة لكن هي صالحة لستخدام مرة وحدة وخصوصا اذا تبللت فاذا تبللت لازم يبدلونها مباشرة ايضا من ضمن الاشياء ان الواحد يجب ان ينهر من البيت بدون ما يلبس الكمامات كذلك واهم شي ان الجهة الملونة هي التي تكون للخارج انها صحة تلبسها بالجلب صحيح بعض الاشياء في اكثر من هالمعلومات فانصحهم ان يتكون حسابات تايمان تواصل تابع لهي تصحب البيت وهل المعلومات راح تكون موجودة لانه يعني حساب اللبس الكمام لكن لازم نلبسها صح نعم ايضا اختي اسمه يعني كلامك مهم وضروري جدا بما يخص موضوع لبس الكمامات وبالاخص يعني خارج المنزل اذا الواحد قرر وحسب التوجيه وحسب التعليمات بانه يخرج من البيت للضرورة القصوة معنات انه ايضا يعني ما يطلع الا اذا هو ما اخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية على اساس انه يطلع من البيت ومنها اللي هو لبس القفازات والكمامات بالشكل اللي اللي تفضلت فيه يعني بالطريقة الصحيحة صحيح ايضا نظر من الاشياء الهيئة الصحة على النساء انه حاليا متواجدة في ضد بيق واتساب لكل ما يتعلق فيروس كورونا ممكن اشخاص يكلموننا كل اللي عليهم انهم يكتبون كلمة هاي او يكتبون باللغة العربية مرحبا والخدمة راح تتفعل عندهم وهي نفس الرقم المجاني التابع لهيئة الصحاب البيت نعم وايضا هناك اختي اسمه يعني لاحظنا انه يعني يعني اول ما تم تفعيل البرنامج هذا هناك عدد كبير جدا ايضا من المشاركين ومن المستفيدين من خدمة الواتساب شحيح غيرها نحن بعد نحن نذكر الجميع انه صاح نحن موجودين حين وكل واحد لازم يبعد في بيته لكن ما ننسى انه هناك بعض المرضى اللي عندهم مثل امراض المزمنة اللي قصدية عندهم امراض الدم الوراثية مرضى الثلاثيمية الولادات في بعض الحالات تحتاج الى نقل الدم بشكل مستمر ومباشر لذلك نحن ننصح الجميع اللي عنده القدرة على تبرع بالدم انه يسجل وياخذ البرميشن من الموقع الخاص بالخروج وايضا انه يتوجه لمركز يتبرع بالدم لتبرع لانه يعني في حالات تحتاجها بشكل مستمر من مثل مرضى ثلاثيمية مرضى النشف الدموي مرضى مثلا الصراطان مرضى الحوامل لما يربون في بعض الاحيان يحتاج الى نقل الدم بكميات كبيرة لذلك نحن صاح نحن في هالأوضاع لكن خلنا نستغلها وتكون فرصة لنا ان نحن نتبرع بالدم وممكن هم يسجلون ناقع الخاص بال بالإذنا ويسجلون ويروحوا يتبرع بالدم نعم وهذا غير كل الأشياء اللي كانت في عنا لكن نحن ايضا نحطين رسالة جدا جميلة فجأنا وحدة من أطبائنا اللي موجودين في مسجر راشد حاليا برسالة من أختها وابوها وتم نشرها وما نخبرنا اننا راح ننشر هذا الشي وحطيناه في حسابنا وفعلا يعني يقلوا لي عندهم في البيت ان أختهم جدا تأثرت ويعني أثرت بشكل كبير وقالت ان هذا أحلى مفاجئة صارت لي في كل حياتي جميل نزلت مع صوت أبوها وصوت أختها في غلامات تواصل الاجتماعي تابع الهيئة الصحة وزبي ها يعني آخر بوص نحن حطينا فنتمنون الجميع ان يروح ويشوف البوص ودمتم بصحة وسعادة الله يبارج فيك أختي أسماء شكرا جزيلا ودمتي بصحة وسعادة مستمعين العزاء مثل ما ذكرت الأخذ أسماء الجناحي بأنه مهم جدا اتباع الإجراءات الاحترازية وبالأخص يعني في حال خروجكم من البيت لابد ان تأخذوا لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية بخصوص الخروج من المنزل مستمعين العزاء فقرتنا التوعوية الثانية أيضا مهمة وبتكون عن دور فيتامين سي بتقوية المناعة في الجسم وبتكون معانا أيضا خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبيل أستاذة ندى علي ولكن بنأخذ بنطلع وياكم إن شاء الله فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء يا مرحبا بكم وسهلا ورجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكل من ننضم إلينا الحين وأرحب فيكم جميعا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي الإعلام وإذاعة نور دبي مستمعين العزاء أحب أن يذكركم برقامة التواصل معنا على 60055 1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 مستمعين العزاء فقرتنا الحالية بتكون عن دور فيتامين سي بتقوية المناعة مع أخصائية التغذية بهيئة الصحة بتبيل أستاذ ندى علي صباح الخير أستاذ ندى أستاذ ندى صباح الخير صباح النور معاكم أخصائية التغذية اليوم حابين نوضح عن دور فيتامين سي لرفع المناعة بسبب الفترة التي نمر فيها وهو سبب انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا في مداخلتنا اليوم بس حابين نوضح ما هو دور الجهاز المناعي وكيف ممكن فيتامين سي من الغداء ينفع أو يقوي الجهاز المناعي وكما أصلا صار توريح كثير من المعلومات الغدائية من قبل ملائة في أخصائين التغذية بس اليوم رح متكلم عن فيتامين سي أولا حابة أوضح شو دور الجهاز المناعي الجهاز المناعي هو له دور مهم في تقليل خطر الإصابة بالعدوى أو الأدوى الممرضة وغيرها من الأمراض وقد تبين أن كل من الشيخوخة وتوء التغذية والتوتر قد تضعف الجهاز المناعي ترتبط التغذية الجيدة والحصول على المغذيات المختلفة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الموسمية فلذلك الحين رح نوضح دور فيتامين سي في حماية الجهاز المناعي وتقويضه نعم أيضا أستاذ ندى يمكن مثل ما تفضلتين في الحلقات السابقة تحدثنا كثير عن الأغذية وليست فقط الأغذية ولكن أيضا نمط الحياة السلوك اليومي سواء يعني الرياضة أو الأكل أو التوازن في الأكل كيف أنه يحمي الجهاز المناعي وأيضا يقوي المناعة في الجسم ومثل ما تعرفين اغتينا دا اليوم أن نحن كلنا محتاجين بأن أن يكون أو تكون مناعة الجسم قوية بالضبط التغذية السليمة لا تقتصر على نوع معين مثلا أخذ فيتامين سي فقط قد يحمي من الأمراض وإنما بجمع كل المعطيات والنمط الحياة مع الغذاء مع الأسلوب كامل قد تعطي نتيجة أفضل للحماية والبقاية نعم ففيتامين سي أولا أو ما يسمى حمض الأسكوربك هو فيتامين قابل للدوبان في الماء هذا يعني أنه يدوب في الماء ويتم توصيله إلى أنسجة الجسم لكن لا يتم تخزينه جيدا لذلك يجب تناوله يوميا من خلال الطعام ومن المعروف أنه يلعب دور مهم في السيطرة على الالتهابات وشفاء الجروح وكذلك يعزز صحة الجهاز المناعي فمن أهم دور لفيتامين سي أنه يقوم أو يساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء الذي تعرف بالخلايا اللمصاوية وهذه الخلايا تلعب دور مهم في تقليل إصابة الجسم بالعدوى إضافة إلى تأزيزها لإنتاج الخلايا الدم البيضاء كذلك تساعد خلايا الدم البيضاء على أداء وظائفها بشكل أفضل لأن فيتامين سي قد يحتم على خاصية مضاد الأكسدة فهو قد يحمي خلايا الدم البيضاء من الجزيئات الحرة أو تماس من التدمر أو تدمير هذه الخلايا البيضاء فبذلك يساعد على إنتاج وأيضا حمايتها إنتاج الخلايا البيضاء وحمايتها من التدمر مهم أستاذة ندى في سؤال يعني المستمع يقول هل ممكن يعني نحن نستغني من الأقراص أقراص الفيتامين سي سواء البرتقال أو الحمضيات الثانية اللي ممكن أيضا هي ترفع من الفيتامين سي في الجسم الفيتامينات في المكملات الغذائية يعني صحيح على تأويض النقص من هذه الفيتامينات ولكن من الأفضل الحصول عليها من مصادرها في الأطعمة الغذائية لتفاءة انتصاصها واستخدامها من قبل الجسم أو ما يسمى البيو الحيوية من امتصاصها من الأطعمة أو الأغذاء الطبيعي من المكملات الغذائية يعني استاذ ندى إذا الشخص مثلا ياخذ الحصة الكافية من الأغذية اللي تحتوي على أو فيها يعني نسبة مرتفعة من الفيتاميسي هل يحتاج بأن أيضا ياخذ خلال الفترة هذه المكملات الغذائية لا لأن أولا احتياج الجسم الإنسان سواء كان للرجال 90 ميلي جرام وللنساء من 75 ميلي جرام فيتامين سي هذا في اليوم في الأغذية مثل الحمضيات أو ممكن حتى الخضروات مثل الفلفل القرنبيق البروكلي هذول كلهم عاليين في فيتامين سي وتتراوح مثلا في الحمضيات نسبة فيتامين سي من 60 ميلي جرام لـ 97 فمثلا لو أخذنا حبتين أو صنفين من الفواكه وثلاث أو إلى خمس أصناف من الخضروات قد نحصل على حتياجنا الكافي من فيتامين سي ويغنينا أيضا عن المكملات الغذائية إذا أنا نظامي طائف بالخضروات والفواكه ممكن تدعمنا المكملات الغذائية نعم فضلي أحبت أن أفضل شيء هو التناول الأغذية لتظام متوازن الذي هو من ناحية إدخال الفواكه والخضروات وذلك الحبوب والطعام الكامل في النمط الحياة نعم أستاذة ندى علي خصائية التغذية في هيئة الصحابة البي شكرا لك الله يحييج مستمعين العزاء فقراتنا ثانية أو بتكون عندي الدكتور وليد الفيصل الاستشاري الصحة العام بهاية الصحة بدبي وموضوعنا بيكون عن الشائعات المتعلقة بأمراض أو بانتقال الكورونا فيروس ولكن مستمعين العزاء فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء يا مرحبا بكم سهلة مرة ثانية رجعنا لكم يا مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي أحب ذكركم مستمعين العزاء بأرقام بأرقام التواصل معنا والصابون للمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام معقم اليدين إذ لم يتوفر الماء والصابون وأخيرا تجنب ملامسة العينين والأنف والفم بأيدي غير مخسولة مستمعين العزاء الشائعات المتعلقة بانتقال الكورونا فيروس بيكون معنا اليوم الدكتور وليد الفيصل الاستشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي دكتور وليد صبح الله بالخير والنور والعافية أهلا وسهلا حياك الله دكتور وليد ومثل ما تعرف هناك الكثير من الشائعات المتعلقة بانتقال الكورونا فيروس دكتور هناك الكثير من الحديث حول انتقال الكورونا فيروس ما هي طرق انتقال المرض التي تم اثباتها دكتور يعني طرق علمية حتى الآن طبعا حتى نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف أن المسألة تتعلق بثلاث عوامل هي المخرج من أين يخرج الفيروس من الجسم أين يكون ومن أين يخرج وطريقة الانتقال وطريقة الدخول وأهم ما يمكن أن نركز عليه من أجل الوقاية هو المخرج حيث حاليا ما هو مثبت أن المخرج هو الفم والأنف مع الكلام والسعال والعطس ويخرج عن طريق قطيرات تخرج أثناء السعال والعطس وهذه القطيرات هي متفاوتة في الحجم فيمكن أن تنتقل لمسافات متفاوتة بشورة مباشرة إلى أشخاص آخرين موجودين بنفس المكان أو أنها تسقط على الأرض أو المعدات المحيطة وبالتالي تكون طريقة الانتقال إما الطريقة المباشرة بالرذاذ الذي يخرج من المصاب أو عن طريق التماس مع الأسطح الملوثة وهذه هي الطريقة الأساسية أما ما قيل عن الانتقال بالهواء فهو ما زال حتى اليوم يفتقر إلى المستند العلمي أو البينة العلمية القوية حيث أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أنه يمكن في بعض الأماكن الخدمات الطبية التي تستخدم معدات ضخ الهواء أو ما يسمى الارزول باللغة الإنجليزية هي معدات ضخ الهواء يمكن أن تعيد إثارة ما سقط على المعدات وبالتالي في أماكن تقديم الخدمات الطبية يمكن أن تنتقل هذه القطيرات أو الرذاذ التي تم إثارته إلى مسافات أكبر من المسافات المعتادة يعني ما نتعارف عليه أن الانتقال يمكن أن يكون إلى مسافة متر أو متر ونص وبالتالي نطلب من الناس التباعد الاجتماعي لقدر مسافة على الأقل مترين بين الأشخاص حتى لا تنتقل القطيرات بصورة مباشرة ولكن في الأوضاع الطبية في أوضاع تقديم الخدمات الطبية يمكن أن نطلب تطبيق احتياطات خاصة هي احتياطات الهواء لم تقل المنظمة الصحة العالمية أن المرض ينتشر بالهواء وإنما قالت طبقوا احتياطات الانتقال في الهواء في مواقع تقديم الخدمات الطبية نعم أيضا دكتور يعني موضوع تحدثنا نحن كثير عن أهمية ارتداء الكمامات في الوقاية من العدوى وأهمية الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للوقاية من العدوى بما فيها ضرورة ارتداء الكمامات لو تحدثنا دكتور في هذا الموضوع طبعا ارتداء الكمامات هي من الوسائل المهمة التي يجب تطبيقها بحسب ما أوصت الجهات الرسمية ويجب أن نتفق على أمر بمنتهى الأهمية أن الكمامة هي إحدى الوسائل ويجب أن لا تلهين عن استخدام الوسائل الأخرى التي ذكرتها حضرتك في البداية هي غسل اليدين وتغطية الفم والأنف واتخاذ مسافة معينة من الأشخاص المصابين يعني هذه هي الوسائل عفوا الوسائل الهامة وارتداء الكمامة هو وسيلة مكملة عفوا يعني الكمامة هي التي تمنع الفيروس من الانتقال بصورة مباشرة عندما يخرج من الفم والأمن وبالتالي هي وسيلة بمنتهى الأهمية ويجب تطبيقها بحسب معوسط الجهات الرسمية وما يجب أن نعرف عن استخدام الكمامة هي مجموعة من الأمور أن منعها لانتقال الفيروس هو منع نسبي وأحسن أنواع الكمامات التي تمنع إلى درجة 95% دخول الفيروس إلى N95% ولذلك يجب أن نستخدم الكمامة ونستخدمها بوعي خاص بأنها ليست الوسيلة الوحيدة وننتبه أثناء ارتداء الكمامة إلى تطبيق الوسائل الأخرى نعم أيضا دكتور نعم لا أعرف إذا كان الوقت يسمح لشرح طريقة ارتداء الكمامة تفضل يعني الطريقة مهمة جدا أن نتبع الوسيلة الصحيحة والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة لأنه من ملاحظاتنا يعني نجد أنه أكثر من 90% من الأشخاص لا يستخدمون الكمامة بالصورة الصحيحة وبالتالي يجب البدء بغسيل اليدين في الكمامة المسطحة الموجودة بصورة شائعة هناك جزء معدني من الأعلى يجب أن يكون الجزء المعدني أو الشريحة المعدنية من الأعلى وأن نمسك الكمامة من هذا الطرف ونقولبها في البداية على الأمس ونتجه بعد ذلك إلى الجزء المطاطي ونضعه خلف الأذنين نعم بعد ذلك نسحب الكمامة من الأسفل لتغطية الأنف والفم يجب تغطية الأنف والفم كلاهما صحيح لأن دكتور فعلا هناك في بعض الممارسات الخاطئة باستخدام الكمام يعني نحن نلاحظ فيه كثير من الناس يلبسون الكمام ولكن غير مغطأ الأنف وهو الجزء المهم أتوقع دكتور نعم صحيح 100% الأنف مهم مثل الفم يعني السائل والرذاب والمفرزات المختلفة التي تحتوي على الفيروس ويمكن أن تنقله وتلوث به الأسطح المختلف الموجودة حولنا نعم بعد ذلك يجب تجنب لمس الكمامة من الأمام لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة ملوثة وارتداء الكمامة لمدة لمرة واحدة ولمدة أربعة إلى ثمان ساعات في المرة الواحدة وعند نزعها يجب البدء من خلف الأذنين نزع الجزء المطاطي من خلف الأذنين وعدم ملعمسة الكمامة من أي جهة كانت والتخلص منها في سلة مهملات مغلقة وبعد التخلص منها يجب أيضا غسل اليدين يعني البدء بغسل اليدين بالطريقة الصحيحة والانتهاء بغسل اليدين بالطريقة الصحيحة نعم أيضا دكتور يعني نبغي نتحدث معك عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالكورونا فيروس طبعا يعني إذا تكلمنا عن الفئات الأكثر عرضة فنقول أن جميع فئات المجتمع هي معرضة عندما يخرج الفيروس وينتشر لا يعرف كبير أو صغير لا يعرف ذكر أو أنثى هو ينتشر للجميع والجميع معرضين للإصابة ولكن السؤال الأهم هو من هو الأكثر عرضة للشكل الأشد خطورة من المرض صحيح يعني ذكرت الإحصائيات المتوافرة حتى اليوم أن المرض يكون خفيف الشدة في نسبة أكثر من 80% من الحالات ويكون أشد خطورة على الكبار بالسن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الأمراض القلب والدأس السكري وبالتالي يمكن بهذه الطريقة ليس خطره خطر مطلق وإنما خطر نسبي بمعنى أن الأشخاص فوق 60 سنة من العمر أثبتت الأحصائيات حتى اليوم أن نسبة الوفاة بينهم تكون حوالي 10% والذين فوق 80 سنة من العمر تزيد نسبة الوفاة إلى درجة ممكن تبلغ 20% ولذلك يجب أن نولي هذه الفئات أهمية أثناء تذكيرنا في وسائل الوقاية والمكافحة نعم دكتور أيضا بنتحدث معك عن مفهوم المنحنة الوبائي وهذا أيضا موضوع قد يكون مهم واليوم يعني الكل يتابع الحقيقة المؤشرات هاي فنتحدث معك ما هو مفهوم المنحنة الوبائي وأيضا ما هو دور المجتمع في تخفيض هذا المنحنة المنحنة الوبائي هو وسيلة لرصة تزايد أو تناقص عدد الحالات أثناء حدوث الوباء وبالتالي يمكن التزايد يكون سريع جدا ويصل إلى قمة عالية أو يكون متباطئ ونستطيع من خلاله أن نتصرف بكل راحة في المجتمع وبالتالي ما نريد من المجتمع أن يساعدنا وأن نتعاون معه عليه أن نجعل هذا التزايد تزايد بطيء يعني المنحنة يرصد التزايد في البداية وبعد ذلك مرحلة يحدث فيها ما نسميها التصطيح يعني الثبات في تزايد عدد الحالات وبعد ذلك التناقص نريد أن نصل بسرعة لمرحلة التصطيح ومرحلة التناقص وهذا لا يحدث إلا بمشاركة جميع أفراد المجتمع جميع أطياف المجتمع ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الرسمية يعني إذا ما تعاوننا اليوم يجب أن نتفق على أمر مهم جدا إذا لم يتعاون الجميع فسيكون الأمر بمنتهى الصعوبة لا تستطيع الجهات الصحية لوحدها تصرف تجاه المرض يجب أن نتصرف جميعنا بتعاون وتكاتف حتى نستطيع القضاء على هذا الفيروس وانتشاره والحد من أخطار نعم ومثل ما تعرف دكتور أن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية واللقائية أخذتها الدولة بخصوص موضوع الكورونا فيروس وتخفيف يعني انتشار هذا المرض لو دكتور تحدثنا أكثر عن يعني ما هو دور الفرد اليوم في المجتمع في تخفيض هذا المنحنة طبعا يعني تعرف أنت اليوم دكتور بأن يعني وجود الشخص في البيت عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى هذا أيضا هو دور مهم جدا للفرد وهو أيضا سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل يعني 24 ساعة لتقليل هذا الحد فلو تحدثنا دكتور شوية عن يعني هو شو دور الشخص حتى لو هو موجود أيضا في البيت يعني من أهم الإجراءات لتصببها الجهات الدولية في هذا المجال هو التباعد الجسدي نعم التباعد الجسدي بمعنى الوقاية من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر وبالتالي من وسائل التباعد الجسدي هو البقاء في المنزل وهذا الأمر يساعد الجميع في تطبيقه كل شخص على حسب مهمته ودوره في المجتمع وبالتالي البقاء في المنزل يعني أننا نحد من انتشار العدوى للآخرين نحد من انتقال العدوى لأنفسنا ونساعد بهذا الإجراء على المنحنة الوبائي على جعله يعني يصل إلى مرحلة الثبات والتناقص بأسرع وقت ممكن وبالتالي مهم جدا أن نلتزم التعليمات الرسمية في البقاء في المنزل في هذه الفترة بالذات وأن نطبقها وأن نترك أهميتها يجب أن نتفق على أن هذه المسألة بمنتهى الأهمية بمكافحة هذا الوباء والحد من أخطاره وإذا لم نتعاون جميعا على التطبيق فسيكون الأمر صعب إلى درجة معينة نعم أيضا دكتور هناك عندنا سؤال بخصوص موضوع ظهور العلامات أن الشخص يكون مصاب ولكن ليس لديه أعراض لو تفصل لنا شوية في هذا الجانب دكتور وليد طبعا المرض في حال الإصابة يكون على درجات مختلفة وبالتالي ممكن الدرجة الأولى يمكن أن تكون لا عربية يعني يمكن أن يدخل الفيروس بالشخص ويستطيع الجهاز المناعي التخلص منه ما يحدد استجابة الجسم للعدوى هو قوة الجهاز المناعي وبالتالي بقدر ما يكون جهاز المناعي داخل الجسم قوي بقدر ما يستطيع الشخص التغلب على الفيروس المعاجم والقضاء عليه وبالتالي يمكن في بعض الأشخاص أن يكون الجهاز المناعي قوي لحد أنه يتغلب على الفيروس بدون أن تظهر الأعراب على هذا الشخص ليس شيء ويمكن أن يشكل خطورة إلى درجة معينة في أنه هذا الشخص ينتقل بين أفراد المجتمع دون أن يحس أحد على وجود الفيروس معه ويكون معدي في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى عدوى بين هؤلاء الأشخاص ومن هذا المنطلق تزيد أهمية البقاء في المنزل تزيد أهمية التباعد الجسدي عند بعض الأشخاص الآخرين تظهر الأعراض وتكون أعراض خفيفة كما ذكرت في الأحصائيات حتى الآن أكثر من 80% من الحالات تكون الأعراض لديها خفيفة في بعض الأشخاص يمكن أن تزيد شدة الأعراض لدرجة أن تسبب ضيق بالنفس مشكلة تنفسية يعني تؤدي إلى زرقة بالشهدين على تنفس بصورة طبيعية وهذه هي الحالات التي تكون شديدة وتحتاج إلى إعطاء أكسجين أو في بعض الحالات بوضع على جهاز التنفس في الصناع نعم دكتور أيضا من موضوع الأعراض هل فئة التي ذكرت فئة الكبار السن أو الأشخاص التي لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السكري أو ضغط الدم ممكن يكونونهم عرضة لهذه الأسباب أو أن يكون الأعمار دخل في الموضوع طبعا حسب درجة اهتمام الشخص بصحته وعنايته بتغذيته ونشاطه الحركي تكون صحته جيدة ويكون جهازه المناعي قوي وبالتالي المسألة لا تتعلق فقط بالعمر وإنما تتعلق بعوامل أخرى التي تشكل قوة الجهاز المناعي في الجسم يمكن أن يكون شخص عمره سبعين سنة ولكن جسمه قوي ما زال المحافظ على صحته تغذيته جيدة نشاطه الحركي جيد ويستطيع أن يقاوم لدرجة قوية هذه العدو نعم ومثل ما ذكر الدكتور يعني وجود الشخص في البيت واهتمامه في جانب التغذية الصحيحة الرياضة بشكل مستمر وأخذ يعني الوجبات الغذائية التي فيها المكونات الغذائية التي ترفع مناعة الجسم أيضا له دور حيوي كبير في هذا الموضوع نعم التغذية الجيدة والمتوازنة التي يعني تضمن توافر جميع العناصر الغذائية الضرورية وخاصة الخضار والفواكه نعم يعني بنسبة معينة أكثر من خمس حصص في اليوم للخضار والفواكه هي مهمة جدا في تعزيز وتقوية مناعة الجسم نعم دكتور وليد نصائح عامة توجهونها لأفراد المجتمع يعني من بصورة عامة أريد أن أقول للناس أن معظم الحالات خفيفة أدعي للذعر والخوف والتصرف بشكل يعني ناتج عن الخوف والذعر نحاول جميعا أن نؤمن الحماية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة لوقايتهم من العدوى بقاءهم في المنزل إبعادهم عن الأماكن المزدحمة التي فيها ممكن يكون كثير من الأشخاص ويمكن أن تنتقل بينهم العدوى بسهولة ممارسة يعني هذا رجاء خاص لكل أفراد المجتمع ممارسة التباعد الجسدي بصورة جيدة بحسب ما توصي به الجهات المعنية والفترة التي توصي بها والمساعدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن مسألة التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع بصورة عامة هي العنصر الأساسي ليجعلنا قادرين على التخلص من العدوى بأسرع فترة ممكن إن شاء الله نعم دكتور وليد الفيص الاستشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا شكرا لكم مستمعين العزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أحب أني أشكر فريق العمل معي في التنسيق والمتابعة لستاذ محمد عمر الإعداد استاذ يوسف سعد ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل وانا كنت محدثكم عبدالله جمعة إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي